السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا إنه لي ذلك ومولاه أحبتي في الله في يوم من الأيام سأل سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعد يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً لكم أن تتصوروا وأن تتفكروا معي في طبيعة هذا السؤال فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام سعد بن أبي وقاص إنما هو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسعد بن أبي وقاص شاهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفتخر به رضي الله عنه فيقول هذا خالي أي على سعد رضي الله عنه فليريني كل امرئ خاله فسعد رأى ما رآه بلال وسعد رأى ما حدث لخباب وسعد رأى ما وقع لسمية فسعد بن أبي وقاص يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس ابتلاء وعن أشد الناس امتحان واختبار فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له فلان أو فلان من الفقراء أو من الضعفاء أو من المساكين ولكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من هم أشد الناس بلاء قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء هم الأنبياء الأنبياء نعم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يبتل العبد وكيف ينزل البلاء على العبد فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويبتل الرجل على قدر دينه وهذه من رحمة الله جل وعلا بالعبد فلو أن الله جل وعلا ابتل العبد على قدر ذنوبه ومعاصيه والله لهلك العبد ولكن من رحمة الله بالعبد أن يبتل عبده على قدر الإيمان الذي في قلبه قال صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ثم قال صلى الله عليه وسلم وما يبرح البلاء بالعبد أي ما يترك البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة حديث ماتع يرويه لنا سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه حتى نفهم طبيعة الطريق فسعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه ابتلي في الله بلاء شديدا وابتلي سعد بن أبي وقاص بلاء من نوع خاص ولكن فكروا معي أيها الأحبة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أشد الناس بلاء هم الأنبياء ما قال الفقراء وما قال الضعفاء وما قال المرضى أبدا ولكنه قال الأنبياء فالأنبياء هم صفوة الخلق وخيرة الخلق من الخلق ورغم ذلك من تمام قدوتهم لأتباعهم أنهم حتى جعلهم ربنا تبارك وتعالى قدوة في البلاء وقدوة في هذا النوع الخاص من التمحيص والتصفية ولكن شتان شتان بين بلاء الأنبياء وبين بلاء المؤمنين فبلاء الأنبياء إنما هو من باب الرفعة لهم أما بلاء المؤمنين وأما بلاء أتباع الأنبياء فإما أن يكون كفارة لهم وإما أن يكون رفعة لهم سبحان ربي العظيم لن ترى نبيا ولا رسولا إلا وقد مر من هذا الباب ألا وهو باب الابتلاء هذا الباب الذي جعله بل وكتبه ربنا جل وعلا كتب أن يمر منه كل بني آدم على السواء لن ترى أحدا من الخلق أيا كان منصبه أيا كان حسبه أيا كان نسبه إلا وهو في بلاء وامتحان واختبار هذه حكمة العزيز الغفار حاكما كان أو محكوما غنيا كان أو فقيرا مؤمنا كان أو كافرا صالحا كان أو فاسدا هذه طبيعة هذه الحياة حتى نفهم هذه الحياة قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فهذه طبيعة هذه الدنيا فالأنبياء هم أشد الناس ابتلاء لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاءا هم الأنبياء ما من نبي ولا رسول إلا وكان في حياته ما من نبي ولا رسول إلا وكان في حياته مقدار عظيم من البلاء والابتلاء وهكذا أتباع الأنبياء فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبتلى في الله ابتلاء شديدا ولكنه كان من نوع خاص وقال بعض المفسرين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو المعني بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أيها الأحبة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم مبكرا على يد الصديق رضي الله عنه فعلمت أمه أن سعدا بدل دينه وصار الآن من أتباع محمد وأصحابه فغضبت أمه وقالت يا سعد ما هذا الدين الذي اتبعته يا سعد إن لم تترك هذا الدين فلا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بيه فيقولون لك يا قاتل أمه وبالفعل ثبت الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فما أكلت أمه في يوم من الأيام وما شربت حتى أشرفت على الموت بالفعل تريد أن سعدا لا يترك دين آبائه ودين أجداده ودين قومه تريد أن يعود ابنها إلى ما كان عليه من الشرك والكفر فأمسكت هذه الأم عن الطعام والشراب وأشرفت على الموت بالفعل هيا هيا يا سعد هذه أمك هيا يا سعد ماذا تصنع أنت الآن أمام هذا البلاء وأمام هذا الاختبار الشديد فقال لها سعد رضي الله عنه لتعلموا قيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يثبتون أمام هذه المواقف وكانوا لا يقدمون رضا أحد على رضا الواحد الأحد ولا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد أمه أشرفت على الموت قال أي أمة كلي أو لا تأكلي كلي أو لا تأكلي فوالله لو كانت لك فوالله لو كانت لك مئة نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين فما رأت أمه بدا حتى أكلت وحتى شربت وثبت الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ونجح سعد بن أبي وقاص في هذا الامتحان وفي هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار فأقول أيها الأحبة الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس بلاء بعد الأنبياء والمرسلين وهذه طبيعة هذه الدار أختم هذا اللقاء وأقول فأنا أعلم أن هذا السؤال ربما يدور في عقول كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا يقول بعضهم لماذا يبتل الله الصالحين ولماذا يبتل الله المتقين لماذا فربنا جل وعلا يحب الصالحين نعم يحب الصالحين ويحب المتقين ويحب أهل الدين ويحب أهل الدين ويحب أهل الدعوة إلى الله ويحب أتباع الأنبياء ورغم ذلك يبتل هؤلاء كيف واسمع إلى هذا الجواب حتى يمتلأ قلبك حبا لرب العالمين سبحانه وتعالى هل تعلم أيها الحبيب وهل تعلم أياتها الغالية أن بعض أهل العلم بل والله كثير من أهل العلم كان يعد البلاء من باب النعم البلاء نعم نعم كانوا يعدون البلاء من باب النعم فالبلاء متفاوت بين الخلق هذا ربما يبتله بالمرض وهذا ربما يبتله بالدين وهذا ربما يبتله بامرأته وهذه ربما تبتله بزوجها وهذا ربما يبتله بولده وهذا ربما يبتله بوالده البلاء متفاوت بين الخلق ومن رحمة الله كما قلت أنه سبحانه وتعالى لا ينزل البلاء إلا على قدر الإيمان في قلب العبد فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى حتى في البلاء والامتحان والاختبار فهو الذي خلق الإنسان ويعلم طبيعة الإنسان الحكمة الأولى من ابتلاء الصالحين أولا ليحط عنهم هذا الابتلاء من الأوزار والذنوب والخطايا فما من أي أذن يصيب المسلم إلا ويحط عنه من الذنوب والخطايا كما تحط الشجرة أوراقها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة تسمى بأم السائب والحديث عند مسلم الحديث جابر فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها رآها تزفزف رآها مريضة قال ما لك يا أم السائب تزفزفين تعبان كده ليه فقالت الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أم السائب لا تسب الحمى ليه فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ألم يقل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذه هي الحكمة الأولى أما الحكمة الثانية ينزل البلاء على أتباع الأنبياء حتى يميز الله به بين الصالحين وبين الفاسدين وبين الصادقين وبين الكاذبين قال الله جل وعلا ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال ربنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولله ضر الفضيل بن عياض إذ يقول الناس في عافية ما داموا مستورين الناس في عافية ما داموا في ستر وأمن وأمان فإذا نزل بلاء صاروا إلى حقائقهم صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه خلاصة القول البلاء كاشف البلاء فاضح وأنت لن ترى حقيقة إيمانك في قلبك إلا وقت البلاء والامتحان والاختبار فإذا أردت أن تعرف حقيقة إيمانك فانظر إلى نفسك وقت الشدة ووقت المحنة ووقت الابتلاء أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي